اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن الربو او حساسية الصدر او الازمة لازم نعرف ان احنا مش بنتكلم على COPD COPD اللي هو الانسداد الرئوي المزمن اللي غالبا بيكون في كبار السن واللي بيكون بسبب التدخين واللي غالبا التحسن فيه بيكون جزئي بالعلاج مش تحسن كامل بعكس الازمة او بعكس الربو اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو ده الربو او حساسية الصدر او الازمة ده مرض بييجي غالبا في الاطفال وكل ما الطفل يكبر في السن الموضوع ده بيتحسن معاه عشان كده بنشوفه اكتر في الاطفال الربو ده بيحصل فيه ان الشعب الهوائية او القصابات الهوائية بيحصل فيها انفلاميشن او التهاب وبيحصل فيها زيادة في افراز المخاط وبيحصل ضيق في هذه القصابات الهوائية او الشعب الهوائية وكل ده هو اللي بيعمل الاعراض بالنسبة للعيان الاعراض دي اللي هي بتكون في صورة مثلا كحة العيان مش قادر ياخد نفسه صدره بيزيق الصوت اللي احنا عارفينه اللي اسمه ويز ساعات العيان يحس بألم في الصدر ساعات يصحى من النوم على كرشة نفسه مش قادر ياخد نفسه وفيه نوع كمان بييجي حاجة اسمها اكسرسايز ازمة اللي هو العيان يحصل له الازمة دي او كرشة النفس والكحة بعد التمرين بدقايق معدودة بعد ما يخلص التمرين بدقايق قليلة يحصل له الكحة ويحصل له الويز او التزييقه دي وما يقدرش ياخد نفسه اسمها اكسرسايز انديوزد ازمة الربو بيتميز شوية عن سي او بي دي بان الاعراض بتاحته بتتحسن مع العلاج وتقريبا بين الهجمات يعني بين الاكيوت ايبسودز بيكون العيان تقريبا طبيعي ووظيف التنفس في الغالب بترجع لطبعتها بين الهجمات ازاي تشخص عيان الربو انت بتشخصه غالبا كلينيكل كلينيكل يعني بالتاريخ المرضي وبالكشف على العيان تلاقي العيان بيتكرر معاه يحصل معاه الكحة يحصل معاه تزييق في النفس يحصل معاه قلم في الصدر يصحى من النوم على كحة ومش قادر ياخد نفسه تكرار الاعراض دي هي اللي بتخليك تشك بشكل كبير ان العيان ده عنده ازمة او ربو طبعا بعد ما استبعدنا الاسباب الاخرى اللي ممكن تعمل كده كمان في فحص مهم اللي هو الاسبيرومتري او اللي هو وظيف الرئة اللي العيان بيعمله واللي بيبينلك بشكل كبير ان العيان وقت الهجمة بيكون فيه انسداد في مجرى الهواء بالنسبة للعيان ولما بياخد الادوية تلاقي العيان رجع لطبعته تماما ووظيف الرئة دي اتحسنت تماما ايه بقى الاسباب اللي ممكن تخلي العيان ده ارربو يزيد عنده وتجيله الهجمة الحادة العيان ممكن تجيله الهجمة الحادة دي بسبب حاجة اسمها الليرجين الليرجين يعني مثير يعني حاجة هي اللي جات للعيان ده وعملت له اثارة وسببت انه يحصل له هجمة حادة من حساسية الصدر او من الرب ودي عبارة عن حاجات كتير في حاجة مثلا اسمها داست مايتس او بيسموها غبار الاثاث ودي كائنات دقيقة جدا لطراب العين المجردة وموجودة على الستاير فرش السلاير المخدات حتى في انضف البيوت والتخلص منها صعب جدا بصراحة وممكن تكون هي دي السبب في ان العيان تجيله هجمة حادة كمان القطط والكلاب والحيوانات الاليفة كمان التدخين سواء الشخص بيدخن او تدخين سلبي واحد قاعد جنبه بيدخن او في البيت السراصير والحشرات كمان ممكن تعمل كده الروائح الغريبة في البيت والمعطرات ممكن تعمل كده مع بعض العيانين وكمان فيه مساببات متعلقة بالوظيفة يعني مثلا الفلاحين ممكن يجيلهم الموضوع ده بسبب شغلهم الرسمين الناس اللي شغالة في الدهنات الناس اللي شغالة في صناعة البلاستيك كمان الجيرد او ارتجاع المريء ممكن يزود حدوث الهجمات الحادة كمان التهاب الجيوب الانفية او الخرونيك سينوسيتس ممكن يعمل كده كمان الاسبرين والنستيرويدال انتي انفلاماتر دراكس المسكنات لو الشخص عنده حساسية منهم ممكن تعمل كده كمان الصالفة والناس اللي عندها حساسية صالفة زيادة الوزن كمان لها عامل مهم في حدوث الهجمات الحادة التوتر والعصبية كمان بيعمل كده استخدام ادوية زي البيتاب لوكرز الادوية اللي بتستخدم في علاج الضغط وعلاج القلب وممكن تعمل كده كمان الجينات والوراثة لها دور في الموضوع ده وتكرار العدوى الفيروسية كمان ممكن يعمل كده بالاضافة زي ما قلنا الازمة الرياضية او اكسرسايز اندوزد ازمة اللي بتحصل بعد التماريب ايه هي الاعراض الاعراض تقريبا ذكرناها اللي هي كحة ديء في النفس سرعة التنفس العيان مش قادر ياخد نفسه صدره او صوت التنفس بتاعه بيزيق الاعراض دي بتزيد اكتر بعد منتصف الليل وفي الصباح الباكر في الحالات الشديدة شوية بنلاقي ان العيان بدأ يستخدم العضلات المساعدة في التنفس هو ما بقاش عارف ياخد نفسه كويس فالانتركوستال مسلز العضلات اللي بين الضلوع والستيرنم والأبدومين بقى يشتغل هو كمان في التنفس فبنقول عليه ان العيان بقى يستخدم الاكسسوري ريسبيراتوري مسلز كمان في الحالات الشديدة بيبقى العيان قاعد مش قادر ينام بيبقى عصبي ممكن مش قادر يكمل كلامه ممكن يكون عرقان بشدة ضربات قلبه سريعة وفي الحالات الاشده خطورة بقى ممكن ما تبقاش تسامع اصلا صوت التنفس بتاعه وممكن يكون فيه غيبوبة ممكن لقدر الله تحصل الوفاة ايه هي الفحوصات اللي تطلبها العيان الازمة غالبا احنا قلنا التشخيص كلينيكل لكن الاسبايرومتري الفحص ده قلناه مهم جدا وبيفرق كتير بين الازمة وبين السي او بي دي كمان انت ممكن تحتاج تعمل العيان اي بي جي غازات في الدم عشان تشوف السيفيريتي شدة المرض وكمان استجابة العيان ده للادوية كمان البالز اوكسومتري عشان تشوف الاكسجين ساتيوريشن وكمان تشوف تأسره بالعلاجات اللي انت بتديها ممكن تعمل للعيان ده شست اكس راي اشاعة عادية على الصدر وده في الغالب بتعمله عشان تشوف فيه مضاعفات حصلت من الازمة دي او عشان تستبعد الازباب التانية لكن في الغالب الاكس راي بتكون طبيعية في عيان الازمة في بعض المرضى تحتاج تعمل لهم اشعة مقطعية سي تي او رانين اما ار اي لو عايز تعرف ادك التفاصيل عن الجهاز التلفزي بتاعه كمان فيه اختبار بيتعامل اسمه سكين ألرجي تست وده اختبار بنحاول نعرف به ايه هو الألرجين المسبب للحساسية عند الشخص ده بيجيبوا معظم المسببات المعروفة كده وبيحقنوها في الجلد ويشوفوا انه واحد اللي بيعمل تحسس في الجلد ويكون غالبا هو ده اللي بيسبب تهيج حساسية الصدر او الرب نيجي للعلاج بقى ونصحصح شوية مع بعض العلاج بنقسمه الى ثلاث محاول رئيسية المحور الاولاني انك تبتعد عن المسببات المحور الثاني انك تتحكم في الهجمة الحادة العيان جاي لك بهجمة حادة لازم نسيطر عليها المحور الثالث انك تتحكم في العيان على المدى الطويل انه مايجيلوش هجمات حادة كتير ويقدر يعيش حياته بشكل طبيعي نتكلم عن المحور الاول اللي هو اللي بتعاد عن المسببات نظبط الوزن نبتعد عن التدخين نبتعد عن الحيوانات قدر الامكان لو هي بتسبب لنا الموضوع ده لو فيه اللرجن معين انا عرفته من الاسكن تست واقدر ابعد عنه ابعد عنه لو عندي ارتجاع مريء اعالجه كويس لو عندي التهاب جيوب انفيه اعالجها كويس واتخلص من الحشرات والسرسير اللي في البيت وهو البيت كويس اما المحور الثاني اللي هو معالجة الهجمة الحادة المفروض اي عيان رابو يكون في جيبه بخاخة اصلاً short acting beta agonist زي الفنتولين مثلاً ودي بيسموها rescue inhaler المنقذة بخاخة منقذة لازم تكون في جيبه لو حسب الاعراض في اي وقت ياخد بخة او اتنين لو العيان عنده exercise induced ازمة يعني كل ما يتمرن يحصل له كرشة النفس دي فهو بياخد بختين من الفنتولين قبل ما يتمرن بخمستاشر دقيقة او تلاتين دقيقة لو انت واقف في الاستقبال وجالك العيان بأكيوت episode يعني جايلك بهجمة حادة العيان جاي بيكوح وصدره بيزيق ومش قادر ياخد نفسه بتتصرف معه ازاي تعمل له جلسة فاركولين عشر نقط فاركولين زي 3 سنطي محلول ملح واتكررها بعد 20 دقيقة لمدة 3 جلسات طبعا لو مفيش تحسن لو تحسن مش هتكررها وبعد كده ممكن نكررها كل ساعة او كل اربع ساعات على حسب استجابة العيان جلسات الفاركولين دي ممكن تعمل رعشة tremors من اعراضها الجانبية يعني وممكن تعمل تاكيكارديا شوية سرعة في ضربة القلب ممكن تعمل هيبوكالميا او انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم نبقى عارفين ان هي بتعمل الكلام ده طبعا الجرعات دي بالنسبة للكبار وفي الاطفال تقريبا يعني بيبقى نص الجرع دي في الحالات الاشد شوية ممكن ازوت ابريتروبيام اللي هو الاتروفينت يعني نص ملي جرام مع الفاركولين في الجلسات بعد كده لو الحالة اشد من كده كمان ابدأ قدي العيان كورتيزون سواء وريد اي في او اورل اللي هو عن طريق الفن وحالات اشد من كده ممكن تحتاج تتيب يتركب لها انديو تريكيل تيوب وحالات اشد ممكن تحتاج تنفذ صناعي وده ممكن نبقى نعمل عليه فيديو اللي هي حالة ستيتاس اسماتيكاس المحور الثالث بقى في العلاج اللي هو long term management اللي هو انت بتتحكم في العيان عشان يعيش حياة طبيعية ما تجيلوش اعراض كتير ما يتوقفش عن العمل وما يحصلوش مضعفات وده عايز شوية تركيز في حاجة مشهورة جدا ولازم تعرفها اسمها step wise approach اللي هو احنا بنقسم العيان على حسب حالته ودرجتها وخطورتها والسبيرومتر اللي عملو بنقسمو الى درجات والعلاج خطوات steps وكل حالة من تقسيمة العيان لها خطوة بياخدها من العلاج ده وبعدين العيان لو اتحسن على الخطوة دي واستمر متحسن ثلاث شهور اقل الخطوة انزل بالعلاج خطوة اقل للجرعات خطوة زي ما هنعرف الخطوات بعد شوية فانا لما انزل بالعلاج خطوة اشوف العيان لو فضل مستقر ومتحسن ده كويس لكن لو زادت الاعراض مرة تانية اطلع خطوة من جديد او لو من البداية انا اديت للعيان الخطوة المناسبة ليه وما استقرش عليها وما استجبش عليها برغم انه بياخد الجرعات اطلع خطوة فالفكرة ان احنا بنطلع في العلاج خطوة حسب الحاجة وننزل خطوة اذا قدرنا نعمل كده والخلاصة ان احنا بنحاول نتحكم في حالة العيان باقل جرعة من الادوية عشان الاعراض الجانبية طبعا طيب ايه اللغبطة دي بقى ازاي يعني الكلام ده الجدول ده بيوريلك تقسيمة العيانين العيان اللي بيجيلك بتقسم حالته على حسب الاعراض دي وعلى حسب السبيرومتري بتاعه وظيف الرئة بتاحته يعني مثلا اول قسم ده اللي هو انترمتنت اللي هو متقطع العيان بيجيله اعراض اقل من يومين في الاسبوع وبيصحى بالليل على كحة وديق نفس اقل من مرتين في الشهر وبيستخدم بخاخة زي الفنتولين اقل من يومين في الاسبوع وبالنسبة للشغل بتاعه بيروح عادي وما بيغيبش بسبب الازمة والسبيرومتري او وظائف الرئة بتاحته كويسة فكل المواصفات دي اجتمعت العيان ده بقى اسمه انترمتنت يعني متقطع ده ابسط حالة من حالات الازمة العيان ده لو شفت هتلاقي مكتوب ان العلاج بتاعه ستيب وان ستيب وان دي ايه هنعرفها بعد كده في العلاج القسم التاني اللي انت شايفه قدامك ده الميلد برسستانت بسيط مستمر الاعراض بتاحته زي ما انت شايفها كده بالزبط والعلاج بتاعه بيبقى ستيب تو اللي هو الخطوة التانية او درجة السلم التانية في العلاج اللي هنقولها بعد شوية القسم اللي بعد كده اللي هو موديرت برسستانت يعني متوسط مستمر دي برضو الاعراض بتاعته والعلاج بتاعه بيكون اما القسم الرابع والاخير اللي هو ده اشد حاجة اللي هو بقى الاعراض بتجيله كل يوم وبيصحى تقريبا طول ايام الاسبوع بالليل على كحة وكرشة نفس وبيستعمل البخخة بتاعته طول ايام الاسبوع ومش قادر يروح الشغل بتاعه وقاعد في البيت بسبب صدره ووظيف الرئة زي ما احنا شايفين مش كويسة والعلاج بتاع القسم الاخير ده بيكون احيانا فايف واحيانا اختار ستيب سكس يعني علاجه من الدرجة الرابعة وانت طالع رابعة خمسة سادسة يبقى كده فهمنا تقسيمة العيانين العيان هيجيلك تاخد منه هستري تحطه في اي خانة من دول وعلى حسب انت حطته فين هتبدأ علاج عنده منين بالزبط بعد كده دي درجات السلم او خطوات العلاج اللي هي الستيبس او الخطوات اول خطوة اللي هي ستيب وان اللي احنا هقولنا هناك هي في الانترميتنت هياخد ستيب وان اي هي ستيب وان انه هياخد سابع اللي هو شورت اكتنج بيتا اجنست عنده الحاجة اس نيدل يعني معاه بخاخة ياخدها لما يحس بالاعراض بس يعني مفيش لونج تير من منجمينت مش هياخد علاج بشكل يومي العلاج حسب الحاجة بس زي مثلا البخاخة الفنتولين زي ما قلنا طبعا لو خد العلاج ده وما تحسنش عليه وبدأ يحتاجه اكتر من يومين في الاسبوع في الحالة دي بنعلى درجة ما احنا قلنا بقى العيان تحسن بنزبط على كده العيان متحسنش بنعلى درجة طب العيان تحسن ننزل درجة بس طبعا مفيش درجة اقل من كده بالنسبة لستيب 2 لو انت كررت العيان انه هياخد ستيب 2 او الدرجة التانية من سلم العلاج الاختيار الاول والافضل ان انت تدي له لو دوز انهيلد كورتيكوسترويد يعني كورتيزون عن طريق بخاخة او انهيلد يعني يستنشاط لو دوز باقل جرع زي مثلا بخاخة الكلينيل اللي منها 50 و 100 و 200 واللو دوز دي اللي هي ايه هتعرفها من الجدول ده موجود فيه معظم انوال كورتيزون واللو دوز ايه والميديم دوز ايه والهاي دوز ايه فمثلا لو هياخد كلينيل اللي هي البكلوميثازون فاللو دوز بتاحته هتكون من 80 ل 240 مايكرو جرام فانت تقدر تدي له كلينيل بخاخة اللي هي 50 تدي له بخاخة صباحا ومساءا ده هيمشي عليها بشكل يومي لو مثلا هياخد مفلونايد اللي هي كابسولات استنشاك دي اللي منها 2400 يبقى اللو دوز بتاحته اللي هي من 180 ل600 مايكرو جرام يبقى العيان ممكن ياخد مثلا المتين مرة الصبح ومرة بالليل ويمشي عليه بشكل يومي وهكذا معاك الجدول تقدر تشوفه وتشوف اللو دوز جرعتها كان بالزبط وتديها للعيان بتاعه وزي ما قلنا لو العيان فضل مستقر معاك ومتحسن لمدة 3 شهور نقدر ننزل خطوة بالعلاج لستيب 1 ونشوف هيتحسن ولا لا لو الاعراض رجعت نرجع تاني لستيب 2 لو بصينا بقى مكتوب alternative ايه هي البديل لللو دوز انهيل كورتوكسترويد ايه هي البديل الكورتزوني الاستنشاء البديل هنا غير مفضل يعني لو بصينا في الجدول كله اي alternative ده غير مفضل الافضل هو الاختيار الاول لكن لو العيان مش هياخد كورتزون لاي سبب فالبديل بتاعه ان انت تديله كرومولين بخاخة مثلا او تديله ليكوترايينز ريسبتور انتاجونيست زي المونتلوكاست او تديله ثايوفيلين والثايوفيلين ما نحبوه شوية لان التوكسيست بتاعته بتحصل بسرعة خصوصا في كبار السن وبيحتاج متابعة مستوا في الدم فما نفضلوش شوية الثايوفيلين اما ستيب ثري اللي هي الدرجة الثالثة في العلاج وزي ما قلنا دي بتكون في المدرد برسيستانت ازمة الاختيار الاول في ستيب ثري انك تدي لو دوز جرعة القليلة من الكورتزوني اللي استنشاء زائد لونج اكتنج بيتا اجونيست فالانهيلدو كورتيكوستيرويدز اللو دوز انت عارفتها زي اللي قلناهم في ستيب ثو اما اللونج اكتنج بيتا اجونيست زي مثلا السالمترول بخاخة اسمها متروفينت او مثلا زي الفورمترول اللي هي فوراديل اللي هي كابسولات استنشاء فانت الاختيار الاول ليك في ستيب ثري انك تدي لو دوز كورتزون استنشاء طبعا ومعاه يا اما سالمترول او فورمترول وده الاختيار الافضل وفي بخاخة مثلا زي السمبي كورت موجود فيها الاتنين مع بعض اللو دوز انهيلد كورتيكوستيرويد مع اللابا او اللونج اكتنج بيتا اجونيست يا اما العيان ده برضو تقدر تديله مديم دوز كورتيكوستيرويد انهيلد يعني تقدر تديله كلينيل مثلا بس بالجرعة الايه المديم دوز يعني ممكن تديله كلينيل بخاخة دي اللي هي المتين وتديله بخة صباحا ومساءا ويمشي على كده يوميا سواء الاختيار ده او الاختيار الاول ده كده الاختيار الامثل اما الالترنتف البداية اللي هتكلم عنها دي مش مفضلة اللي هي ان انت تديله دوز انهيلد كورتيكوستيرويد زائد المنتلوكاست اللي هو اللي هو اليوكوترايين ريسيبتور انتاجونيست او ثايوفيلين او زيلوتون طبعا ده مش مفضل ستيب فور او الخطوة الرابعة او الدرجة الرابعة من العلاج فالاختيار الاول فيها انك تدي مديم دوز انهيلد كورتيكوستيرويد يعني جرعة متوسطة من الكورتيزون اللي هو عن طريق الاستنشاء مع لونج اكتنج بيتا ااجونست واللي انتنين اتكلمنا عنهم في الدرجة الثالثة وزي ما قلنا تعرف المديم دوز من الكورتيكوستيرويد في الجدول ده اما الالترنتف او البدائل واللي ما نفضلهاش زي ما قلنا انك تدي مديم دوز انهيلد كورتيكوستيرويد زائد برضو ياما ثايوفيلين يا اما مونتلوكاست يا اما زيلوتور اما ستيب 5 فانت بتدي فيها خلي بالك احنا بنتكلم كله استنشاء مع اللابا او وكمان تقدر تدي للعيان ده حاجة اسمها بس ده غالي طبعا وده بيعوق ان احنا نستخدمه بشكل كبير وده بنستخدمه لو عارفين ان العيان عنده حساسية من الليرجين معين اما بقى ستيب 6 او المرحلة السلسة او الدرجة السلسة في العلاج دي اعلى درجة بقى فانت بتدي فيها كورتيزون عن طريق الفمر زي مثلا اقراس الهوستا كورتين بتبدأ بجرعة قليلة وتبدأ تزاوئ تدريجيا على حسب استجابة العيان وزي ما قلنا لما العيان بيتحسن بنبدأ نقلل تدريجيا بالاضافة الى اللي هو كورتيزون عن طريق الاستنشاك برضو الجرعة القصوى بتاعته زائد زي ما قلنا السلمترول والفرمترول وكمان تقدر تدي للعيان ده برضو وما ريزو ماب زي ما قلنا في ستيب 5 فكده ده كان شرح للستيبس الخطوات وشرحنا وقلنا تقسيمة العيان وقلنا ان العيان مثلا اللي هو ده في العلاج هياخد ستيب 3 ونشوفه لو هو تحسن عليها لمدة 3 شهور نرجع من ستيب 3 لستيب 2 لو فضل متحسن نرجع لستيب 1 كمان الامولايزوماب ما بيتخدش لاقل من 6 سنين وطبعا لو طفل عنده حساسية صد فطبعا الافضل ان احنا نعرضه على طبيب الاطفال او طبيب الصدر كمان لو انت مش طبيب صدر فالافضل ليك انك تحول العيان بتاعك لطبيب صد لو وصل في العلاج لستيب 5 واخيرا في نوع من العلاج اسمه الليرجين اميونو ثيرابي ده معناه ان العيان عنده حساسية من الليرجين معين واحنا عرفناه فبنبدأ نحقن العيان ده بالاليرجين ده بكميات بسيطة جدا ونبدأ نزودها تدريجيا عشان نخلي جسم العيان ما يحصلوش حساسية بعد كده من هذا الاليرجين وده بنعمله في بعض العيانين اللي اتعرف الاليرجين بتاعهم اللي مش مستجبين على العلاجات العادية واللي بيجي لهم اعراض معظم السنة او طول ايام السنة وفي النهاية احب اشكركم اشتركوا في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم